ما زالت تبعات لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إليكوهين في العاصمة الإيطالية روما قبل عدة أيام تسير انتقادات حادة ضد حكومة دبيبة حيث شهدت العاصمة الليبية انتشاراً أمنياً وعسكرياً مكثفاً تحسباً لتنظيم تظاهرات رافضة لمحاولة التطبيع مع إسرائيل مصادر لوكالة أنباء العالم العربي ذكرت أن ترابلوس شهدت أيضاً وصول قوات عسكرية ومجموعات مسلحة من خارجها رافضة للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي وأفادت وسائل إعلام الليبية اليوم بانطلاق دعوات لتنظيم تظاهرات تدعو لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دبيبة من جهة أخرى دعا وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلف من البرلمان عبدالهادي لحويج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة إلى الاستقالة مشيراً إلى أن نجلاء المنقوش لا يمكن أن تلتقي بنظيرها الإسرائيلي دون علم دبيبة وحكومته كما ألمح لحويج إلى أن المنقوش التي صدر قرار بالتحقيق معها ولا يعرف مكانها حتى الآن ذهبت كبشا فداء ووصف لحويج حكومة دبيبة التي صحب أو صحب منها مجلس النواب الليبية الثقة بأنها حكومة منتهية الصلاحية ولا تملك الشرعية القانونية هذا وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت الأحد الماضي عن لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي مما أثار انتقادات حادة لحكومة دبيبة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات